رسالتين من الدكتور والمفكر طارق حجي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقداسة البابة ودرس التاني استنكرت دكتور طارق حجي الكاتب والمفكر عقد جلسة صلح بين السيدالي المتطرف علي أبو سعدة والسيدة نفين صبحي بقرية سبك الأحد بركز أشمون محافظة المنوفية بعد أن تعد عليها بالضرب بسبب أنها غير محجبة ولبسة نص كوم في نهار رمضان وكتب الدكتور طارق حجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جريمة الصيدالان الآثم ألمتني لدرجة يصعب وصفها وما يضاعف من ألمي صمت الحكومة والإعلام والكنيسة وتابع للآن الدولة لم تقم بما عليها القيام به وأكمل أرسلت رسالتين لرئيس الدولة وبطريارك الأقباط الأرثوذوكس أطالبهما بوضع حد لمأساة التصالح بين الجاني والمجن عليه في أحداث طائفية متكررة وفي رسالتي للبابة تودرس الثاني طلبت منه أن تعنن الكنيسة المصرية رفضها في المستقبل لما يسمى بالصلح والذي هو ترسيخ للعدوانية ولللاقانون وصرحت دكتور طارق حجي لوكالة أنباء أوروبية عن موضوع التصالح قائلا يقوم شخص معجون بالعدوانية باقتراف جريمة الاعتداء على مواطن أو مواطنة ولنفس السبب ثم تنتهي المأساة باعتذار المجرم المعتدي ويجبر المجن عليه على قبول الاعتذار كلنا نعرف إطار هذه الجريمة ونعرف هوية الجاني ونعرف هوية المجن عليه ونعرف ما الذي يدفع الجاني على اقتراف هذا العدوان فكيف نقبل فكرة الصلح التي ترسخ العدوانية في جانب والخنوع في جانب آخر في أي مجتمع للقانون فيه قيمة لا يمكن وجود هذه الظاهرة البذيئة أما من يمارسون الضغوط المعنوية على المجن عليهم ليقبلوا الصلح فأقول لهم عيب 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 أشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء